يد تمسك أوراق التفاوضي وأخرى توثق الأغلال هكذا تتعامل الميليشيا مع ملف الأسرى والمعتقلين فبينما تتعصر الانفاوضات يوما بعد آخر عمدت الميليشيا إلى إحالة العديد من الصحفيين والسياسيين للمحاكمة وهي خطوة رأت فيها الحكومة عقبة جديدة تقف أمام تبادل الأسرى والمعتقلين رئيس لجنة تبادل الأسرى عن الوفد الحكومي هادي هيج قال في تغريدة له على تويتر إن الحكومة تنتظر موقفا واضحا من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث ومسؤول الملف معين شريم نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت هي الأخرى رفضها وإدانتها إحالة عشرة صحفيين مختطفين لدى الميليشيا بصنعاء إلى محكمة متخصصة بالإرهاب ودعت النقابة المنظمات الدولية للضغط لإطلاق سراح الصحفيين محملة الميليشيا المسؤولية إذن هو تعقيد آخر يضاف إلى تعقيدات ملف الأسرى الذي رأت الأمم المتحدة أنها قد تحقق من خلاله اختراقا في جدار الأزمة اليمنية لكن الواضح الآن أنه تحول إلى مارتون طويل من اللقاءات العبثية التي لم تسفر عن أي تقدم واضح وهو ما يعني أن تجزئة القضية اليمنية التي اتبعها المبعث الأمم مارتين جريفث تصدم هي الأخرى بمماطلة الميليشيا وتعنتها المعروف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر